أصبحت البيانات ذات أهمية متزايدة في هذا العصر بلغت قيمة الاقتصاد الرقمي للصين أكثر من 50 تريليون يوان في عام 2022 لتحتل المرتبة الثانية في العالم وتمثل أكثر من 40% من نتج المحل الإجمالي للبلاد في بلاد مثل الصين يعلق عدد سكانها 1.4 مليار شخص يوجد كم ضخم من البيانات لنبدأ بإلقاء نظرة على شبكة النقل البر الواسعة في البلاد يوجد الصين أكبر عادة من الأميال على الطرق السريعة بـ 178 ألف كيلومتر لتحتل المرتبة الأولى في العالم حيث يوجد في الصين ما يزيد عن 11 ألف بوابة استخلاص للرسوم عندما تشتاز سيارة نظام تحصيل الرسوم الإلكتروني يحصل النظام على معلومات من لوحة الترخيص تشمل اسم صاحب السيارة والمسافة المقطوعة والوقت والاتجاه ورسوم الدفع تم الوصول إلى منتجات البيانات الخاصة بناء أكثر من 20 مليون مرة في أقل من عام كيف ينبغي مشاركة البيانات؟ وما هي وسائل الحماية المعمول بها؟ للحصول على إجابة قمنا بزيارة أحد مزودي خدمة بيانات النقل البري في شانهاي إحدى الشركات المسؤولة عن الإصدار الإلكتروني لتحصيل الرسوم الذي يسمح بمرور مركبة الشحن دون توقف على الطرق السريعة في الماضي كانت المؤسسات المالية التقليدية مترددة في دخول صناعة النقل البري للبضائع حيث يعتقدون أن الأمر ينطوي على مخاطر عالية كانت هناك منصات على الإنترنت تقدم قروضا بمعدل فائدة سنوي يزيد عن 30% والآن بعض البنوك بدأت تتعاون معنا حيث يمكنهم الحصول على معلومات العمليات اللوجستية والحصول على دعم البيانات بعد إصدار القرض ترجمة نانسي قنقر